السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنرى التصحيح ديال دورة دجنبير 2021 نبدأ على بركة الله الأسئلة السؤال الأول يقول أصل بسام بين الاسم الذي تحتاه خط في كل عبارة ونوع اشتقاقه فيما يأتي عليه نقطة أليف منظر طبيعي أليف سيكون معه ربعة اسم مكان باء نظهر الشمسية سيكون معه ثلاثة اسم آلة غير قياسي جيم من دار فلاكي غد يكون معه الرقم جوج اسم آلة قياسي بالنسبة لإسم زمن رغم كينش ثانيا سؤال ثاني أضع علامة في الخانة المقابلة للجواب الصحيح نقطة كذلك هواء البادية أقل تلوتا من هواء المدينة تعرب كلمة تلوتا في الجملة وشحال أو لا تمييز ملحوظ أو لا تمييز ملحوظ أو لمفعول لأجله هنا عدنا جيم تمييز ملحوظ أقبلت عن العمل بنهم شديد الموقع الإعرابي لشبه الجملة بنهم شديد هو وشخابر أو لا حال ولا لا محلها من الإعراب أو لا نعت هنا غنشوفه بأنه حال يعني الاختيار باء رابعا أصل بسام بين كل فعل ومصدره فيما يأتي أليف عدنا وهابة يعني هبة غد نربطه مع الرقم ثلاثة أليف مع ثلاثة باء لدينا وهابة مع منها تكون مع ربعة مواهبة جيم معدنا أوهابة مع منها تكون مع إيهاب يعني الجيم مع الواحد خمسا أضعوا علامة في في الخانة المقابلة لمراد في كلمة نظرات بحسب سياقها في النص ملاحة قرأوا النص غدين تفهموا السياق ديها أليف مرعية باء جميلة جيم مشاهدة دال دابلة الاختيار المناسب هنا عدنا هو جميلة باء أضعوا علامة في في الخانة المقابلة للجملة الصحيحة تركيبيا يعني الكلمة الصحيحة تركيبيا هي لعن نضع عليها علامة في السؤال 6 سابعا أضعوا علامة في في الخانة المقابلة للجواب الصحيح هنا عدنا شميما يعني شنو كتعرب شميما وش حال أو لا نعت أو لا تمييز ملحوظ أو لا مفعول به إذن هنا عدنا نعت شميما هو نعت الاختيار باء تامنا أصل بسهم بين كل جملة والأسلوب الوارد فيها فيما يأتي تمنح نصف نقطة لكل جواب صحيح يعني هنا عدنا المجموع نقطة ونص أليف مع من عدتكون يا للمدافعين عن البيئة للرعي الجائر هذا أسلوب استغادة أسلوب استغادة أليف مع الرقم 2 باء الغابتة الغابتة فإنها مكان الاستجمام والراحة هنا عدتكون مع أسلوب الإغراء الاختيار دي الباء هو الرقم 4 أنا أيتها المحاضرة متشبعون بقيام التسامح جيم عدتكون مع أسلوب الاختصاص اللي هو الرقم 1 تاسعا أضع علامة فيه في الخارة المقابلة للكلمة المكتوبة بطريقة صحيحة فيما يأتي يعني الكلمة اللي مكتوبة بطريقة صحيحة هي اللي عندير فيها علامة وهنا اللي عندناها مكتوبة بطريقة صحيحة ومولفين تنشوفوها في النصوص هي دال الملاءمة سؤال 10 أضع علامة فيه في الخارة المقابلة للجواب الصحيح أجيب بالإتبات عن السؤال الآتي أليس المكان المحجوب بالأشجر مكان إلهام وإبداع نعم أجل بلا لا والجواب الصحيح هو بلا الاختيار جيم سؤال 12 أضع علامة فيه في الخارة المقابلة لضد كلمة عتمة بحسب سياقيا في النص هالليل ضياء سواد أو ضلما إذن الجواب الصحيح هنا هو سواد الاختيار جيم سؤال 13 أحدد نوعية النص بوضع علامة فيه في الخارة المقابلة للجواب الصحيح فيما يأتي أليف نص صردي نص تفسيري نص حجاجي أو نص توجيهي إذن من اللي تقرأوا النص غضيبا لكم أنه نص صردي يعني كيس رد سؤال 14 أضع علامة فيه في الخارة المقابلة للجواب الصحيح الأدغال الرصاصي الدكن الممتدة في صفوف لا تنتهي الموقع الإعرابي للجملة لا تنتهي هو خبر حال لمحل له من الإعراب أم نعت إذن الجواب الصحيح هو نعت الاختيار ديل سؤال 15 أصل بسام بين نوع الفعل والجملة التي تتضمنه فيما يلي أو فيما يأتي هنا لدينا نقطة ونص فعل معتل لفيف مقرون الاختيار الثالث أطوء صفحة الماضي ب فعل معتل أجوف مع منعيكون زر أصدقائك بانتظام يعني مع الاختيار رقم 4 جيم فعل معتل لفيف مفروق ما هو والاختيار واحد عي أدوارك تنجح السؤال الرقم 16 أضع علامة فيه أمام الاسم المنسوب الصحيح لكلمة عصى فيما يأتي عصي عصاوي 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 هنا الاختيار الصحيح هو عصاوي جيم الاختيار الصحيح هو جيم بالنسبة للسؤال 17, 18, 19, 20 رح ما عدناش الأسئلة ديالهم إلي كانت عددكم الأسئلة يمكن لكم تصفتوها لنا ونجاوب عليها ندوزول السؤال 21 أصيل بخط بين نوع الاسم والكلمة المناسبة له فيما يأتي عدنا أليف مع مناتكون اسم منقص هنا عدنا الاختيار الرابع الراعي بأ اسم مقصور غادي يكون معه الاختيار الثاني يحيا جيم اسم ممدود غادي يكون مع الاختيار الأول شتاء السؤال 22 أضع علامة في في الخانة المقابلة لكلمتين المشكولتين بطريقة صحيحة فيما يأتي هنا الكلمات المشكولين بطريقة صحيحة وهما اللي عندروع لهم العلامة دونك الاختيار الصحيح هو ديل تاه المتسابق في صحراء الشاسيعتين سؤال 23 أحدد نوع الجمع بوضع علامة في في الخانة المقابلة للجواب الصحيح هنا عدنا جوج نقاط الكلمة الأولى هي أشطر هنا جمع قلة يعني نضع علامة في جمع قلة بئ صفوف هنا عدنا جمع كترة جيم أشجار جمع قلة دال غمائم هنا جمع كترة إذن حتى هناك نكون سألين الأجوبة لأسئلة دي الامتحان دور الدجنبير 2021 السلام عليكم اشتركوا في القناة